الدبا بـ 35 ألف البترول الغاز ما فيش احنا نعاني من هذا اين الحكومة حقنا؟ اين رئيس عبد ربما منصر هادي؟ اذا كنت تسمع هذا الحديث في شارع ما فاعرف انك في تعز وكأن قدر هذه المدينة ان لا تخرج من ازمة الا لتدخل في اخره نشغيل البترول اما اغيرك كذا ما فيش الدبا بـ 40 ألف متحصنش الغاز متحصنش هذا يعني كله تعب فيه تعب تعبنا والله تشهد تعز ازمة وقود خانقة بعد ان سجلت اسعار المشتقات النفطية ارتفاعا قياسيا مقارنة بباقي المحافظات اذ يصل سعر صفيحة الوقود سعة 20 لترا الى قرابة 34 ألف ريال معظم محطات الوقود اغلقت ابوابها امام المواطنين نتيجة نفاذ مخزونها من المشتقات النفطية فيما تشهد المحطات العاملة طوابير مزدحمة من قبل المواطنين لا صرف لا بترول لا منهم كلهم ارجوهم البترول بخبطوا بزرين زلادين عالف قالت اين انشقي ايش نسوي مون اعمال اينك يا عبد الربو سعالت يسمعانا تمتد خارطة الازمة لتصل الى عدن عاصمة البلاد المؤقتة لتنعكس بشكل قاس على حياة الناس الذين تعثرت اعمالهم جراء القطاع الوقود ناهيك عن الارتفاع الكبير في اسعار المشتريات والمواد الاستهلاكية الاساسية الذي انهك الناس وافقدهم المقدرة على مواجهة ظروف الحياة القاسية والله العظيم اننا ممعية حق الركبة والله العظيم يا رب مع الله لحقهم خير لا الشرعية ولا حكومة الدب ببترول بخمسة وثلاثين الغاز بالبيت ما بوش ما بوش اعمال يعني منو عشي يكون حسبي الله ونعمل وكل على الحكومة عبد المعين وعبد الربو هادي دحينا عشي الفتولنا يا نس الله لا جواء والله العظيم نحنا جواء لا بو معنا حاجة يلقي المواطنون العتب على السلطات المحلية والمسؤولين في البلد الذين رغم وعودهم المتكررات في حالة الازمة الاقتصادية الا ان التجاهل هو سيد الموقف اتهامات تطال نافذين في السلطة المحلية بالتواطئ في عمليات تهريب المشتقات النفطية وطرائق بيعها في السوق السوداء ويذهب اخرون الى القول ان الوقود يسلك طرقا ريفية حتى يصل الى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فيما يرى متابعون ان من اسباب الازمة هي نقاط الجباية التي تفرض مبالغ مالية على شاحنة الوقود وذلك وجه اخر من اوجه مأساة مدينة تعز التي تواجه قوى الانقلاب وضعف الشرعية معا منذ سبع سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر